بالقهوة وكريم نيفية العلبة الزرقاء اختي تتخلصي لي بالبقع من كذلك التسبوغات تعجائي عيد نمشو الكلف يعني اي مشكلة اختي كان في الوجيه ديالك في الاباقتي انتم ديالك خصوصا على رئيسات المقبلة على زواج يكون قريب العرس دياله وكتبيش حاجة زوينة افيكاس اللي غادي تزولي عدو كليتاش ودو كتسبوغات فاليوم ما جبدليك وصفتي المعجزة المشهورة واللي ما كتخطانيش والمعتمدة عندي واللي هي وصفة القهوة وكخام نيفية العلبة الزرقاء عفتوا لبنات القهوة المنافع دياله والمزايا ديالك راهو مكتار وكتحتوي الكولاجين طبيعي ليشد البشرة ديالوجه وديالجسم كذلك كخام نيفية كيرتطب بعمق وكيعالج تجائد خصوصا لبنات اللي مدومين عليه بشكل يومي ما كان هدرش على البنات اللي كيديروه نهار ويومين ولا شهر وشهرين لا كان هدرها اللي كديروه يوميا رانتا يجدروا البنات رهيبا وهاد الشيء غتخليه اللي ننتوما النيساء اللي مجربين نوشحال هدي من عام قولنا الرأي ديالكم فيه في التحت في التعليقات كما قلت لكم غزالتي اليوم غنصبوا واحد الماسك زوين وفعال فعال بزف ومدمر الشي حاجة اسمي تسبوغات والحبوب وكذلك حتى الشد ديال البشرة خصوصا البشرة المهرهرة والمحرهرة غصت زوينة وسهلة واقتصادية وبسيطة ولكن قبل ما تنسوا نشال البنات من اللي لايك ديالكم اي وحدة كتشوفيها فانبغيها اضغط على زر اللايك وتشجعني وسأضغن سبيل القدم كذلك اغزالتي اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس خليونا تعليقات الاقتراحات الاستفسارات وشنو مولمو ديالي سبوني باختاجي معاكم واي موضوع اي حاجة سبوني باختاجيها معاكم فانا حاضرا نادرة باش نشارك معاكم اي حاجة حبيتوها وبغيتوها وعلى بركتي الله مشو باش نتعرفو على مقادر الوصفة طريقة ديال التحضير والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال فكيما قلنا هادي نحتاج ان شاء الله القهوة سريعة الدوبان هاد النوعية او نوعية واحد اخرى في حال هاد النوعية هاد تهيارة معروفة او ممكن قاع ما تخدميش بهذه الجرس ماركة ديالي الماركة اللي عندك نتيف دار وبالنسبة اللوخ خام نيفيا العلوى الزرقاء اراها كيمتاز بزفت المنافع باش كتعرفوها البنات اصلي دائما بانكم كتمسوا هاد الامبالاج الفقيني وكتلقي الكتابة محفرة بسبعك و الحروف مقاددة في نفس الطرف نفس الايطاع ماشي حرف نازل و حرف طالح هادا كيكون غير عشوائي و غير كوبي ديال لوخ خام نيفيا العلبة الكبيرة كيكون فيها 150 امال و المتوسطة كيكون فيها 60 امال و الصغيرة كيكون فيها 30 امال الصغيرة البنات كتدير 7 درهم متوسطة كتدير حاليا ده 14 درهم و هاد الكبيرة كتدير 25 درهم او 460 درهم لحسب بش حال غي بيعاليكم و الفاق في مغي فهادو مجوش المكوينات البنات الاساسيالي عندنا في الغواسات واللي هوا مالقهوة سرعة الضوبان طبيعي الحال اي ماركة و الكرام نيفيا العلبة الزرقاء ده بغندوزو الكوطة التاناوية شنو غنحتاجه في المكوينات التاناوية من غير الكوطة الاساسي فبنسبة المكوينات التاناوية غنحتاجه اختي الحليب غبرة عندي هنا نيدو حليب مجفف كامل دسمال بنات هادر غزاري لما عندكش خدي غير الحليب ديال اللعبار كيبيعو العطار و جيبيو خدمي بيو حد معي القوله جوج راه كيبيض وكيوحد اللون ديال البشرة ديال الجسم كذلك غزالتي غادي نحتاجو كمية ديال النشا او دراء او ما يعرفها البنسبة المايزينة وعندي هاد نوعية هي ديال ايديال و كتجي فيها 180 جرام وغزال هاد ايديال هذا ولا هاد نشا بالضبط كيعجبني بالسف طبيعي الحال ممكن تخدمو بأي نوعية ديال دراء ولنشا ومعروف عليه التوحيد والتبيض خصوصا المناطق الحساسة كيكون فيهم يعني وغمق كبير يعني كيكون فيه سواد وزروكي على حسب كل واحدة فاختي الحل عندك هو ان شا والدراء او ما يعرف غزالتي بالمايزينة وكذلك غادي نحتاجو ان شاء الله الخرطال او للشوفان بالنسبة الخرطال او للشوفان بيضان الماركات و كينها هاد نوعية هادي اللي كتبع العبار و كينها وحده اخرى وانا نورها لكم كتبع شوفان تكون فيها 100 جرام 80 جرام ونحبب بسديلة وشي صغر يأتي بسديلة الشيء قريب بحال بحال و اللي عندها اي نوعية الخرطال او انشار طبيعي تخدم بها الوصفة ديال كذلك غزالتي غادي نحتاجو واحد شي ديال الماور عندي انا هادة مقونة صالح للتجميل وحميرات العين والحمود تجاعد افتو هاد المميهات الورد راكت دير غيشوش درامونس ولكن الفعالية ديالها البنات كبيرة وبزف يعني نصح بيها وبشكل كبير البنات اللي عندهم ترهولات عندهم تجاعد عندهم لابو سفراء يعني باهتة ما كتحديش بلابو ديالك في هاداك الحميرار وذك الانتعاش ومزين قلة ديما كتحسي بها دبلانة ونعسانة فعليك اختيب المميهات ديال الورد ومال احسن تبقية ترشيه تخديدك اللي كيكون على شكل بخار وترشيه قبل ما تنعسي في اللي ومن يتفيقي الصباح راكت بجيه ديالك ان شاء الله غيوني منور ان شاء الله كالبادر فكيما قلنا غزالتي غنحتاجوا مميهات الورد غادي نحتاجوا القهوة الكرام نافيا حليب غبرة والخرطان هاد الشي اللي كي نعضنا البناس في الطوطال او في المجموع ديال المقادر ديال هاد الوصفة اول حاجة غنبدو بها وهي كمية ديالقه هو سريعة الدوبين هنا غن ناخد معلقة ونصف قريبا خلطوها بالماء ديال الورد وغادي نزيدو كمية ديال نشا او ما يعرف بالمايزينة ان شاء البناس را كلها منافع ما شاء الله عليها تحتوي على بزاف ديال المنافع و بزاف ديال الفوائد فاول حاجة بقى الأميزينة المعلقة التانية والتالت ثالثها البناس را ما عمرتها ودائما كنستعنو بالمهها ديال الورد را فتحدوا بما وردة البناس يلعتمتو فالوصفات ديالكم را ما شاء الله البناس عل المنافع و المزايغ سوف ترحموني بها الوالدين بحكم انكم ستبقوا مع اعتمدين عليها في الوصفات يزولون البنات حتى الحاسسية يعني حتى النساء اللي ما يقدروش يديروا الماسكات والوصفات الطبيعية فراها الماورد ستولوا تعشقوه واحد درجة فبقيتوش غتتصوروها البنات توليو دي ما تخدمو به المهم هنا يضفت ان شاء الماورد القهوة هانتوما شوفوا الوصفة كريمية ما شاء الله كيفش كتصبح اه دابا الغزالاتي غان ناخد كمية ديال الخرطة الاولى شوفان اللي كيكون حتى هو البنات مطحون ومنيل مزيان يعني ماشي غر مطحون وصافي خصويتنيل باش نطبيع الحالي فغادي ناخدو معي ديالعفوان شوفان اولى الخرطة اللي كيكون مطحون مطحون مزيان مزيان نحاولو نخلطوها مزيان 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 مشAY تجرب lum مزيان انه حتى البنات اللي عندهم النحافة فالوجه اولا في الجسم ديالهم خصوصا من طبيع الحال مناطق الانتوية فالغوثات البنات كتنفخ الوجه والمناطق الحساسة ما شاء الله عليها رهزوين خصوصا منطقة صدر بالنسبة البنات اللي كيسهولوني فراد ديروها اي منطقة فالجسمين يديرها اللوكور ديال كامل ماشي بالشرط غيوجك اولا غالي بارتي اندي ذهب اخر حاجة واللي هي الكريم نبيا الكريم نبيا البنات كنخليه والاخر لا تبدوش به لغوثات فاخر حاجة كناخدها هي الكريم نبيا العلبة الزرقاء حالكيها نحاول نجمعه خلطوه مزيان 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 معدك لو كرام نبيا عفتوها البنات هادي فيها ترطيب فيها عالج تجاعد انتفاخ الوجه انتفاخ المناطق الحساسة شد البشرة فيها كل شي و القاوم دياله فحالك كان احتفظ بيها ممكن تديرها في شي علبة بواطة تكون محكمة الإغلاق و تدحت لحمام و تخدمي بيها تديرها في الدوش تديرها في الداركم يعني انماسك عادي في الدارك تديرها لوجهك وترتاح لي 30 دقيقة يعني الساعة حتى تنشوف حتى تجوف حتى تغسليها يعني غسلي لابو ديالك مزيان مزيان نشفي لابو ديالك و عاودي رجال تبينيت غير بلو كرام نبيا هو كين بزف بشترطبي في حال زيوت في حال بزف المرطيبات اخرين ولكن لو كرام نبيا البنات كيبقى راقب مواحد بالنسبة لي لانا للأهم ديالي مجربي انه هادي أعوام وسنين يعني ماشي غير شهر ولا شهرين ملا سيمانة ولا جوج جلال بناس مجربي انه عوام وسنين وزوين بزف كير طب ديال بالصح لابو كيبيدها كيعالج ججاعيد كيعالج بزف ديال الامور فاحسن حاجه هو لو كرام نبيا العلبة الزرقاء سوى الحجم دياله الكبير او صغير او متوسط كيم مكنت نوعية الحجم دياله فممكن تخدموا بها هاد لاغوست هادي المهمة لبنات راه زوين وفعال على ضمانتي غير جربوه فكيما قلت لكم كين لو كرام نبيا العلبة الزرقاء والقهوة كمكونات ازاسيين والمكونات غير مكونات تانوية ولكن دائما كما نقول لكم كيزيدوا الوصفة فعالية كي تتكتر كتعالج تجاعيد كتعالج ترهولات تسبوغات هاديها اللي بنات را تديريها تحت بيطانك وينفخادك بعينك مغم بضين خلاغي حتى تنشف باش طبعي تحطلق الفعاليه ديالها ومن بعد اختيار برع الديكلابو اللي كتكون ان شاء الله مشدودة وبيضة بياض الحليب وهاد الشي كامل غير منذ اول استعمال يعني ما تحتاجي الصمانة ما تحتاجي الصمانة تخصص صلع رئيسات وليك يقول لي رحنا مقبلين على الزواج رحنا يعني قريب قريب الخطوبة ديالنا وليشي عرص وليشي مناسبة ولكرالابو ديالنا وواكلها لأساكل اللي مكتقدر تخرج بلا مكياج للزنقاء بحكم جهة كل مطاشة وليكل عمر بتبرقيع اختيدي لي هاد الوصفة وردع لي الخبار غير 30 دقيقة ورجعي لهذا الفيديو وقولي لي النتيجة ديالك رغم كان بسحل بنتش تعليق جميع التعليقات الحمد لله كتبقى متبتة في القناة باش هكذا نقروا مع بعضياتنا جميع التعليقات وبصحة وراحة وبنسبة للترطيب الناس اللي ستقولوا لي كيفش كتخدمي بلوك خامنا فيه ترطبي به فلا انا الام ديالي كان ستخدموه على الشكل التالي كان ديروه في الصباح مني كان فيقون وغسلوا بجهنان ديرو الغاسول غير طبيعي كان ديرو غب الشوفان وواحد المكوين وحد اخر اللي بغيتو قولوها لي في الكومنتار باش يبشر تشري قرعاتي على الغاسول بمية الدرهم هذا بيونات يوقع للبنسك ينسب جميع عنواع البشرة خصوصا البشرة الحساسة والمترهلة ومن بعد كان نشف وجه وكان نوز باش كنرطب ولكن ما كان خرش للشمس الترطيب وخاك نديروه في الصباح كان بقى في الضار اليك تغان نخرج الواقي الشمسي انا لا خرجتو وكنتو مرتبين وجهكم وتعرضتو للشمس مباشرة غا تزيدي النسبة ديال السواد وديال الكحولية وديال اللاطاش هذا ريال البنس انا كنقولها لكم باش هكايا كل شي البنس يكونوا على يقين به القادية هادي واستخدموه لكخام نيفيا العلبة الزرقاء لترطيب البشرة ديال الوجه وديال الجسم في الدار ماشي للزنقة لانو لتعرضي للشمس وهنا غا تزيدي نسبة السواد فهد الشي اللي كينا لبنات هدا هو لو كخام نيفيا هادي الطريقتي الخاصة بالنسبة لي انا كنستعملوه لانو في الصباح كيكون الوجه هنا شوف اخصوش حاجات ترطبوه فكرتطبيه ومني كان بين الناس كذا تطبيه هاد وجوج ديال المرات صافي فالنهار ما كانعودش نديرو تالت مرة واللي كانت كتستخدموه كيما قلت لكم ايام وايام وشوهر ماشي نهار ولا يومين ولا شهر تجي تقول لي فالتحت انا ما كيعاتيش نتيجه اللي مجربه ومدومه تقول لي نفس تعليقات الرأي ديالها غيباش تأكدوه وتعرفوه صحة الكلام ديالي را كيما كان قلوه كاينه ومعقوله المئة بالمئة فالميم بصحة وراحة وبنسبة لهاد اللاقصات و لهاد الوصفة كنديرها انايا مرة ترجوج مرات في سيمانه لانو تبركت لهيا لادرتياغة مرة واحدة ستعديك النتيجة المطلوبة فبصحة وراحة وانتلقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبيلة وما تنسوناش من اللايكات 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 ديالكم لهاد الفيديو بوش الفيديو يزيد ووصل عنده بزفت لبناس وحدين اخرين اشتركوا في القناة وفعلوا ازال جرس وانتلقى معكم في فيديوهات مقبيلة السلام عليكم